السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصفتنا اليوم مصفى يحبوها الكبار والصغار رح نضيلكم خبز الباليني بمقادير مضبوطة و رح تكون الحشوة بزيفة بنينا نضيوك بالمقادير اللي هنا رح نبدأ نخدم في نص الوقت رح نضيلكم بالمقادير 300 غ فارينة اللي هنا لم يكن الميزين ستستعمل ثلاث كيسين بهذا الحجم نضيف لهم ملعقة كبيرة تخميرة مع نصف ملعقة سكر نصف ملعقة غبرة الحليب نحركهم بمليح هذه الوصفة يأتيكم بزيفة وطريقتها سهلة نضيف الملح نصف ملعقة ونبدأ ننفعها بالماء يكون دافئ الفارينة يجب أن تكون مغربة والكمية حسب الأفراد العيلة وكم ملاحظة لا يجب أن يكون دافئ ونبدأ الآن لم يضيف الزيت يجب أن أجنعها بالزيت على الأول يجب أن تدركوا بالطريقة هذه على أقل مدة خمسة دقائق لا تخافوا لا تأخذوا لا تأخذوا لها الزيت ستحسونها بسطخة تحتها لا يوجد شيء أملس لكن هذه الأفراد العالية لا تخافوا لا تخافوا لا تأخذوا هذا هو القوم خمسة يجب أن يكون طريقة قبل أن نضيف الزيت سوف نضيف نصف ملعقة زبدة زبدة تكون طريقة ولا مارغرين ملعقة زيت ولا تقدروا أن تستعمل الزبدة عادية أنا احبت أن تخلط ندير خالط و تبدو تدلقو فيها تشوفوا كيفين هذه الخطوة كديروها لازم تبدو تدلقو حتى تحسوا هذه الزبدة دخلت في العجين هذا هو السر تاحة كما قلت لكم تقدروا تخلو مزيج ما بين الزيت و الزبدة ولا تديروا زيت بركة ولا زبدة بركة كل واحد بتضوغ تايعو شوفوا كيف بدت تتلم الدسة تحتها سيقولي املس غرد الكوبركة لا تجنوها هذا هو القوام اللي تحصل عليه بعد ما تدلقوها نغطيها ونخلىها تخمر لازم تكون طريقة لا تكون لجينة تاكم نيبسة على البانيني فيما يخص الحشو اللي هنا في المقليت حطيت نصف صدر الجيش ونحطه في الروبوت تقدروا تقطعه حتى الى قطع ما كي حتى اشكالية فيما يخص ليزي بيس لدينا ملح كاريب فلفل حار ولا حلو وزنجبيل استعملت نصف ملعقة لسف ملعقة مكوم مكومة نضيفه الفلفل الاسود اللي هنا رايدي ملحشوة طبخة اختيارية ملعقة تازيت هذه الخطوة لازم نديرها بارد في بارد وتحركوا المكونات قبل ما تحطوهما على النار وتقدر تضيفه حتى الكمون لما نفضلش الضوغة في الوسط الطانيني واللي تحب تستعمل تستعمل ثم نحطها على النار ونبدأ نقلفها الى جينارة هي خمرت نبدأ نحاها من الريسيبيون ونحطها هنا نبدأ نحلو فهاء على شكل حلبوش ونقسموه القطع بواسطة الكوبات نقسموهم الى قطعات كل متساوية ونقسموه القطعات كل متساوية ونقسموه القطعات كل متساوية ونقسموه على شكل حويرات الكمية اللي استعملتها خرجت لي خمسة حبيت ماذا بكم اذنوهم الوزن تحمرو 16 غرام ونقسموه على شكل مستطيع اللي هنا على هطرية دي ما عام نرواحكم بالفارينا شما تلصقوا الكمش وتشكل شوفوا العجينة كيف هي عادة معجونة مليح شوفوا مهما نمدد تتمدد كيف نحبانا الخطوة هذي تبدو تلهو فيهم كيف من هكذا ما تضغطوش غير الوبر خلو الفارك تكشبكها حزيت التنفخ الفوت تقلبوها على هذي الجيهة وتبدو تضغطو من هنا وتسكرها طريقة سهلة وبسيطة نعندو نرجوها على الجيهة الاخرى اللي هنا الخبستك تحبيه كبير ولا صغير لكم الاختيار شوفوا النتيجة التي تحصلت عليها تحطوه في فلا مدهون بالزيت ومرشوش بالفارينا وتقدروا ساعلو حتى البابي كويسون ما كان حتى اشكالية تسوو هكذا الحبة ونكمل كامل حبات بنفس الطريق كيتشكلوهن ونحطوهم بايد على بعضها في البلا أنا خليتهم حتى ضعف الحجم تاحهم شوفوا كيف خمروا ونحطهم في الفور يطيب فيما يخص الفرن الفرن تكونوا مشاعلين ومقبل يكونوا سخون على اعلى درجة كيتدخلوا في الفرن طفوا النار هبطوها حتى المياه وربعين درجة غير من تحت وخلوهم حتى يطيبوا ما تخلوهم شي حمار ورم يقدوا بيض الخبز راه وطعب شوفوا كيف يجي كيمة على البره اهو وابيض ما يجيش احمر كيف تتحصلوا على هذي النتيجة نزيد نعود لكم لازم تخلوه قبل ما تدخلوه في الفور لازم يكون خمر مليح الخطوة الثانية لفورتكم لازم يكونوا مسخر من قبل يكون مشاعلين غير من تحت على اعلى درجة ثالث خطوة كيتدخلوه في الفور احكمو خبطو في درجة الحرارة على اقل الدرجة انا ما بين 140 و130 درجة تخلوه حتى يطيب المدة اللي يستغرقها 20 دقيقة في الفورن وتخرجوه لازم تخلوه يبرد كان تحبو تديرو كميات كبيرة تقدرو تحطوها في كيس بلاستيكي وتخبوه في الكونجيلاتور عادي وقت ما تصحقوه تخرجوه راح تلقوه كأنكم طيبتوه في نفس اليوم وكان راح تحشو طول تبدو بالطريق انا حليت لكم اللعنة واحدة شوفوه كيف ايه ميجيش مأجن من داخل اللعنة فيما يخص الحشوة الجهة هذي راح ندير فيها الهريسة اللي ما يحبش الهريسة يقدر ما يديرش الجهة الثانية راح ندير فيها صلصة الجبن عني منقبلكم ديرتها في القناة تقدرو تشوفوها في وصفة الطاكوس وتحطو هذه الحشوة اللي طيبناها في المقلة صدر الدجاج حتى الكبير لا يدير لكم كمية كبيرة للحشوة اللعنة الأخيرة نأخذ الجبن هذا للشرائح ونقسمه ونضع في الحب وتعيدوا وتغلقوا عليه وهذا هو الشكل نزيد واحد اخر معكم شوفوه هذه الحبه لا يدير كمش مأجنة نديروا الهريسة اتركوه يبرد كي يخرج من الفرن تقسمه شطور يجب ان يكون بارد تماما كمية لان الكمية لا يدير لكم كمية كبيرة فيما يخص الصلصة تقدروا تساعملوا حتى الماي وميس ولا كاتشف اليوم حبيت ندير صلصة الجبن نضيفوا الجبن بتاع الشرائح وتعيدوا تغلقوا طريقة سهلة رح يجيكم بزاف بنين خاصة لانه نحبهم تناولوا هذو ما الأوكليت ونزل نتعلموا نديروهم فضل رح تكون النتيجة بزاف بنينة وهي لا لازم تكونوا مسخنينها من قبل وتعيدوا تضغطوا علىها وتخلها حتى طيب لما عندهاش الأيلا هاري تقدروا تساعمل هذه المقلات اللي فيها الخطوط وتحكموا تحطوا الحبات على الباليني وتضغط علىها ستحصل على نفس النتيجة أنا نخليهم يطيبوا ونرجعوا نشوفهم في شكلهم النهائي خبز الباليني راهوجد لازم نتحمروهم لي حتى تحصلوا على النتيجة هذه اللي انا قسمت لكم شوفوا شكل الحبات كيفية مع الجوانب بيكون سيح هذا الفرماج رفقتوا مع السلصة الجبن تحبوا تساعملوا حتى المايونيز ولا الكاتشف لكم الاختيار لانا هيدا الخبز خليته لكم باش تشوفوه خلوه يبرد بركة وحطوه في كيس بلاستيكي وحطوه في المجمد ما يصرى لوالو وقت ما تسحقوه خرجوه ان شاء الله الوصفة على نهار اليوم تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتين متنساوش تبارتجيوها معالي زمين تشتركو في القناة وتفعلو الجرس تباحكو الفيديو جديد نهبطو تشوفوه نتلاقيو في الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة